تطورات مثيرة شهدها حادث سقوط وتحطم مروحية الرئيس الإيراني في أقصى شمال البلاد لفهم تطوراتها نستعرضها في هذا السياق كانت مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحلق فوق إحدى أكثر المناطق الجغرافية وعورة في محفظة أذربيجان الشرقية شمالية البلاد والتي تتميز بانتشار الضباب والرياح الشديدة والغابات الكثيفة كانت مروحية الرئيس الإيراني أمريكية الصنع من طراز MI-171 دخلت الخدمة عام 1979 ويمكنها التحليق حتى 600 كم كان رئيسي في طريقه إلى العاصمة طهران بعد أن أنهى احتفال تدشين أحد السدود المشتركة مع دولة أذربيجان على نهر آراس الحدودي بين البلدين بحضور الزعيم الأذربيجانية وكان برفقة رئيسي داخل المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية وإمام جمعة تبريز محمد علي الهاشم وبعض المسؤولين الآخرين مروحية الرئيس الإيراني كانت واحدة من ثلاث مروحيات ترافق الوفد الحكومية وقد أفادت وسائل الإعلام المحلية أن مروحية رئيسي عانت من هبوط اضطراري صعب ثم تسربت معلومات عن إمكانية الاتصال بأحد مرافق الرئيس وهو ما زاد من أمال العثور على المفقودين أحياء وطوال ساعة الليل لم تتوقف فرق الإنقاذ المحلية والدولية بحثا عن مروحية رئيس البلاد الطائرة التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل سقوطها قرب أذربيجان هي مروحية أمريكية من طراز بيل 412 فماذا نعرف عنها؟ تعد من الطائرات الهليوكوبتر المتقدمة التي تمتلكها القوات الجوية الإيرانية بيل 412 هي نسخة متطورة من سلسلة بيل الأمريكية متعددة لاستخدامات صنعت من قبل شركة بيل للمروحيات عام 1981 تحتوي على النظام الربعي الشفرات في المروحية الرئيسية مما يوفر استقراراً أكبر وسلاسة في الطيران تبلو سرعتها القصوة حوالي 260 كم في الساعة يصل مداهي لحوالي 650 كم مع قدرة على التحليق على ارتفاع يصل لـ 20 الف قدم يمكن الطائران تحمل حتى 14 راكباً بالإضافة إلى الطاقم مما يجعلها مثالية لمجموعة واسعة من المهام بما في ذلك النقل العسكري والإخلاء الطبي والبحث والإنقاذ والمراقبة والاستطلاع عاملت إيران على تطوير وتحديث طائرات بيل 412 المحلية لتلبية احتياجاتها الخاصة وقد تضمنت هذه التحسينات تطوير الانظمة الإلكترونية والملاحة وتحسين قدرات الاتصالات وتعزيز قدرات التسلح والدفاع الذاتي للطائرة لكن رغم مزاياها المتعددة فإنها ليست خالية من نقاط الضعف فهناك بعض جوانب التي قد تعتبر تحديات لطائرة بيل 412 إذن قدراتها الدفاعية محدودة فهي ليست مصممة كطائرة هجومية بحتة مما يجعلها أكثر عرضة لتهديدات في بيئات القتال الشديدة إضافة إلى أن التصميمها الأساسي يعود إلى عقود مضت ما يعني أنها تفتقر لبعض التطورات التكنولوجية الحديثة المتوفرة في طائرات الأحداث والهم من ذلك فإن أداءها في البيئات الجغرافية والمناخية القاسية قد يكون ضعيفا بسبب تحديات تتعلق بالقدرة على التحمل خاصة في الارتفاعات العالية أو درجات الحرارات القسوى مع شغور منصب رئيس البلاد كلف المرشد الإيراني علي خامنئي نائب الرئيس محمد مخبر بتولي مهام الرئيسة وقال خامنئي إن النائب الأول الرئيس محمد مخبر هو المسؤول عن السلطة التنفيذية وفقا للدستور وإن أمام مخبر مهلة أقصاها خمسون يوما للترتيب للانتخابات بالتنسيق مع رؤساء السلطتين القضائية والتشريعية وعلى الرغم من أنه سيتولى مهام الرئيسة إلا أن النائب الأول للرئيسة لن تطلق عليه صفة الرئيس قبل الانتخابات وذلك بحسب لجنة صيانة الدستور في إيران وإشارت لجنة صيانة الدستور إلى تشكيل لجنة من نائب الرئيس ورئيسي البرلمان والقضاء لإدارة البلاد وإجراء الانتخابات وأضافت أن الانتخابات ستجرى في مدة لا تتجاوز خمسين يوما وأن الرئيس المنتخب سيتولى مهامه لأربع سنوات بدورها أكدت الحكومة الإيرانية بعد اجتماع عاجل أعقب إعلان وفاة رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما أن إدارة البلاد لن تشهد أي اضطراب وأكدت الحكومة أن مسار الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي سيستمر وشددت على أنه لن يكون هناك أدنى خلل في إدارة البلاد الحكومة أشارت كذلك إلى أن رئيسي البرلمان والقضاء أكد تعاونهما مع نائب الرئيس محمد مخبر لإنجاز المهام التنفيذية والذي أكد بدوره عزم الحكومة على إنجاز مسؤوليات ومهام السلطة التنفيذية أما الخارجية الإيرانية فقالت إن الحادثة لن يؤثر على عزيمة طهران في تأمين مصالح الشعب وأداء دور بناء إقليميا ودوليا إبراهيم رئيسي كان الرئيس الثامن لإيران فمن هم الرؤساء الذين سبقوه وما أبرز المحطات التاريخية في حياة كل منهما منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 والاستفتاء لإنشاء الجمهورية مر على إيران العديد من الرؤساء ففي الدستور الإيراني ينتخب الرئيس لفترتين كحد أقصى حيث تكون مدة الفترة الواحدة أربع سنوات أبو الحسن بني صدر هو أول رئيس لإيران بعد الثورة انتخب في فبراير عام 1980 لكن عزله الإمام الخميني في يونيو من العام 1981 بعد أن سحب البرلمان الثقة منه خلفه محمد علي رجائي وهو ثاني رئيس لإيران بعد حكم الشاه حيث تولى الرئاسة في أغسطس من العام 1981 لمدة شهرين حيث قتل في تفجير استهدف مقر رئاسة الجمهورية واتهم الطهران منظمة مجاهدي خلق بتنفيذه بعدها تولى المرشد الإيراني علي خامنئي الرئاسة لدورتين متتاليتين كثالث رئيس استمرت من سبتمبر عام 1981 حتى يوليو من العام 1989 تولى بعدها رئاسة إيران علي أكبر هاشمي رفسنجاني لدورتين امتدتا من يوليو 1989 حتى يوليو من العام 1997 ظهر بعدها محمد خاتمي حيث تولى الرئاسة الإيرانية الخامسة لدورتين منذ يوليو عام 1997 إلى يوليو من العام 2005 وفي عهده برز التيار الإصلاحي بشكل كبير وفي أغسطس من العام 2005 ظهر محمود أحمد نجاد كرئيس سادس لإيران حتى عام 2013 أما الرئيس السابع لإيران منذ الثورة فكان حسن روحاني حيث تولى الرئاسة منذ عام 2013 وأعيد انتخابه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو 2017 وفي عام 2021 انتخب الرئيس الثامن لإيران وكان إبراهيم رئيسي إلا أن فترة رئاسته لم تكتمل حيث أدت حادثة تحطم مروحيته إلى مصرعه في مايو من العام 2024 وبقيت إيران تنتظر رئيسا جديدا يخلف رئيسي في الحكم فمن يكون؟ من طهران معنا الدكتور فؤاد إيزيدي المحاضر في جامعة طهران والخبير في يشون الاستراتيجية أهلا بك معنا دكتور فؤاد دكتور فؤاد بعد ظهور تفاصيل إضافية تتحدث عن تحطم طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي وزير الخارجية المرافق له وكذلك أعضاء الوفد المرافق للرئيس ووزير خارجيته على قمة جبل كيف يدور الحديث الآن في الداخل الإيراني إذا حادث طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي هل هنا تميل الأراء إلى اعتباره قضاءا وقدرا أم إلى كونه عملا مدبرا في الواقع عندما يحصل سقوط مروحية كهذا هناك عدة احتماليات الاحتمالية الأولى هي حصول عطل فني وهذا ممكن مع الطائرات والمروحيات ثاني احتمال هو سوء الأحوال الجوية ثالث احتمال هو خطأ من الطيار والاحتمال الرابع هو عملية مقصودة أو عملية تخريب وبما أن المروحية تم اكتشافها صباح اليوم لم ينتهي التحقيق بعد في هذا الموضوع ولا نعرف الجواب بالتالي على هذا السؤال ولكننا نعرف بالتأكيد أن الطقس كان سيئا جدا وقد تكون عملية تخريب لا ندري ولا يمكننا أن نتأكد لأن هناك تحقيق ضروري أن يفتح بما حصل ويجب أن يتوله خبراء طبعا طيب دكتور فواد أيضا يعني أريد أن أتحدث هنا في شأن الداخلي أكثر بين المحافظين والإصلاحيين إلى أي مدى تكون وفاة رئيسي فرصة قد وضعت في طريق الإصلاحيين للعودة إلى الرئاسة هذا ممكن بناء على الدستور الإيراني والمادة 131 من الدستور أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تتم بعد أقل من 50 يوما وبالتالي هذه فرصة للإصلاحيين للترشح كما حصل في الانتخابات الماضية كان لديهم مرشح ولكن لعل المرشح الأقوى هو الأنسب وممكن حتى أن يفوزوا هم فازوا بعدة انتخابات رئاسية في إيران ونعم بالتالي ممكن أن يفوزوا مجددا في هذه الانتخابات هذه الحادثة المأساوية قصرت مدة ولاية الرئيس رئيسي وبالتالي هذه الحادثة المأساوية بالفعل هي أمر قد يغير المشهد السياسي في إيران نظرا إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين لم يكنوا راضين عن أداء وسياسات الرئيس رئيسي وبالتالي نعم يمكن لأي طرف أن يستخدم هذه الفرصة طيب دكتور فؤاد قبل حادثة تحطم طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي بأيام برز اسم رئيسي بقوة كمنافس قوي لخلافة خامني في منصب المرشد الأعلى سؤالي ما هي هذه المصادفة التي تأتي بعد بأيام حادثة تحطم الطائرة في الواقع هذه الفكرة التي تقول بأن السيد رئيسي قد يصبح مرشدا أعلى هي فكرة تجول منذ أو رائجة يعني منذ سنوات منذ أن كان حتى لم يترشح بعد إلى الرئاسة وكان كما تعرفون لديه مسيرة قضائية طويلة جدا هو كان قادي قبل أن يصبح رئيسا ولا طالما تحدث البعض عنه كاحتمال أن يصبح مرشدا أعلى للجمهورية ولكن واضح أن هذا لن يحصل بما أنه لم يعد معنا ولكن الفكرة ليست بجديدة طيب دكتور فؤاد أيضا عادة بعد مقتل الرئيس في حادثة وشغور منصب الرئيس تتجه هنا الأنظار والمخاوف لاحتمال أن تؤدي إدارة البلاد إلى اضطرابات أمنية لماذا وسؤالي هنا استبعدت اجتماع الحكومة في أول اجتماع لها بعد الحادثة حدوث ذلك بثقة مفرطة رغم أن هناك عدو إقليمي يتربص لإيران وهي إسرائيل في الواقع أعتقد أن طريقة مقتل الرئيسي وحدت الكثير من الناس الذين كانوا على خلاف في الماضي هو قد توفي في هذه المرحلة التي كان يقدم فيها خدمة معينة وهو يفتتح هذا السد الجديد على الحدود مع أذربيجان وبالتالي هذا أمر يحبظه الداعمون له هو كان يسافر كثيرا ويزور الكثير من الأماكن والمقاطعات الإيرانية بشكل متكرر وكان هناك رؤساء في إيران لم يغادروا طهران خلال ولايتهم الرئاسية وينظمون كل شيء من مكاتبهم ولكنه كان مختلفا كان يريد أن يكون مع الشعب في المحافظات المختلفة في إيران وتوفي فيما هو يقوم بهذا الأمر لذلك لا أرى أننا سنرى أي اضطرابات أمنية في إيران لبل بالعكس سوف نرى المزيد من التوحد من حول القيادة الإيرانية طيب الدكتور أفواد يعني خمسونة يوما هي المدة التي تفصل البلاد عن إجراء انتخابات رئاسية وفق الدستور الإيراني ما الأسماء التي من المتوقع أن تكون حاضرة وجاهزة خلال هذه الفترة الوجيزة لخوض الانتخابات السيد رئيسي كان لديه منافسين كثر عندما ترشح خلال الرئاسة أو للرئاسة عفوا منذ فترة هناك الرئيس الحالي للبرلمان الإيراني هناك أيضا علي لاريجاني وهو نائب سابق سيد جليلي وهو عضو في المجلس الأمني الإيراني محمد جواد ظريف أيضا وزير الخارجية الأسبق لإيران هو أيضا يمثل الطرف الإصلاحي وهناك بعض الوزراء حتى تحت السيد رئيسي الذين كانوا في حكومة السيد رئيسي قد يترشحون أيضا تحت شعار استكمال إرث الرئيس رئيسي وبالتالي قد يكون هناك عدد كبير من المرشحين وسيكون هناك رئيس جديد بعد شهرين شكرا لك من طهران الدكتورة فواد إيزيديا المحاضر في جامعة طهران والخبير في جون الإستراتيجية